دشنت وزيرة الصحة فائقة بن سعيد الصالح بمركز شباب المحرق النموذجي فعاليات احتفال الوزارة بالأسبوع الخليجي الثالث لتعزيز الصحة وذلك تحت شعار الصحة تبدأ بخطوة والذي يهدف إلى نشر الوعي بأهمية النشاط البدني للصحة الزميلة إيمان شرف وتفاصيل أكثر في مبادرة لتعزيز مبدأ الوقاية أولى من العلاج ومن خلال نشاط بدني طبيعي تبدأ أمياله بخطوة ترافقها العزمة والإرادة يأتي تدشين فعاليات وزارة الصحة للأسبوع الخليجي الثالث لتعزيز الصحة من خلال ثلاث محاور أساسية وهي التوعية بأهمية النشاط البدني للصحة وجودة الحياة والتعرف على وصفة النشاط البدني الأسبوع الخليجي الثالث اللي تحتفل في جميع دول الخليج في هذا الأسبوع بتعزيز الصحة والحركة البدنية هي شعار هذا العام وإحنا طبعا يسعدنا أن نقول أن عام 2017 بدأ من خلال توجيهات سمو رئيس الوزراء لما أعطى يوم في هذا العام للرياضة والأساس أن الجميع يمارس هذه الرياضة في إطار تعزيز الصحة وأيضا بالنسبة ما يتعلق بالرياضة للجميع الصحة تبدأ بخطوة شعار يدعو إلى جمع أكبر قدر ممكن من الخطوات في اليوم كنشاط بدني يعد استثمارا شخصيا صحيا للوقاية من أمراض القلب وداء السكري والوقاية من مرض السرطان ولا شك أن مردوده الاقتصادية على مستوى الوطني كبير في خفض نسبة الأشخاص المرضى والوفيات النجمة عن الأمراض المزمنة نشاط البدني والتبني أنماط الحياة الصحية مثل التغذية السليمة والامتناع عن التدخين هي من الأمور الأساسية التي لازم لوحد يلتزم فيها للحفاظ على الصحة لذلك ارتأت اللجنة الخليجية لتعزيز الصحة أن تركز على أنماط الحياة الصحية خلال الفترة القادمة خلال هذه الثلاث سنوات كل شخص لازم يكون عنده وصفته الخاصة بالنشاط البدني ومهم أن الواحد يأخذ المبادرات التي تساعدها على البدء والاستمرارية في النشاط البدني ونقدم مبادرات التحفيز مثل إقبل التحدي أو استخدام عداد الخطاء أو استخدام أبليكيشن الهواطف النقالة أن الأمراض المترتبة على قلة النشاط البدني هي أحد أهم التحديات التي تواجه وزارات الصحة في دول الخليج العربية لذا تبنت وزارة الصحة في مملكة البحرين الحفاظ على صحة السكان ضمن خطتها الاستراتيجية لثلاثة أعوام من 2015 حتى 2018 من خلال تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض غير السارية إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين